تهلا بحضراتكم من جديد هنروح لأخبارنا المحلية هنمتد بأخبارنا المحلية من الجنباز طبعاً اتحاد الجنباز برئاسة الدكتور إهاب أمين أعلن عن قائمة الدول اللي هتشارك في التصفيات الأفريقية الموهلة لأمبياد توكيو واللي هتستضفها مصر في الفترة من 24 والحد 27 مايو اللي احنا فيه التصفيات دي هتتلاعب في منافسات الجنباز الفني وجنباز الترامبولين وضمت القائمة كل من الجزائر المغرب الكاميرو الأنجولا جنوب أفريقيا نامبيا نيجيريا وده طبعاً بالإضافة لمصر الدولة المضيفة بطولة الجنباز الفني رجال والسيدات هتتلاعب على صالة نادي مدينة ناصر أما منافسات جنباز الترامبولين هتتلاعب على صالة رقم 4 باستاذ القاهرة التصفيات دي مؤاهلة مباشرة إلى توكيو 2020 وعندنا فرصة كبيرة عشان نحجز مع قاعدين في الرجال والسيدات الحقيقة الاتحاد الجنباز بيعمل شغل كويس جداً برئاسة الدكتور إيهاب أمين والاسم ده طبعاً محبب لقلوبنا عشان اسم النجم كرة السلة كبيرة إيهاب أمين نجمنا وكمان بياخد دعم كبير جداً من وزارة الشباب ورياضة للأداء اللي بيأديه بالإضافة كمان أنه مصر أصبحت قبلة البطولات الإقليمية والعالمية فالحقيقة مصر بقت دلوقتي قبلة كبيرة جداً كل العالم عايش يشارك وبيطمع العالم كل أو دول كثيرة أنها تشارك في هذه البطولات